واحدة من أجمل الآيات وأقوى التعزيات اللي بتعطي رجاء وثقة وطمأنينة وضمان هي الآية اللي رح أقرأها على مسامعكم هذه الآية كانت سبب إعلان كانت سبب اختبار وكانت أيضا سبب خلاص للكثرين اللي تغيرت حياتهم اللي كانوا يعانوا من كل أنواع الضيق من كل أنواع البؤس واليأس والشقاء تغيرت حياتهم من خلال هذه الآية رح أقرأ من بشارة متى من الإنجيل المقدس إصحاح 11 ورح أبتدي من آية 25 في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المصرة أمامك كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف يبارك لنا الرب كلماته على ما سمعنا في هذا الوقت واحدة من الاختبارات القوية أحبائي شاب في إحدى المدن وهذا الشاب كان طبعا في المقاومة وأصيب بثلاث أو أربع رصاصات في بطنه جاء من عيل كبيرة 13 أو 14 شخص وعنده ثلاث إخوة قتله وهو عايش في حياة اليأس والبؤس كان بيمشي في أحد الشوارع ووجد كنيسة عليها صليب واستغرب إنه في بلده إنه فيه كنيسة ودخل ولكن رجل الدين منعه إنه يدخل كان خايف من العواقب هذا الشاب استضار وراح مشي ورا الكنيسة ولكنيسة في مقبرة وهو عم بيمشي بين القبور وجد حجر مكتوب عليه على إحدى القبور قال يسوع تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم وهذا الشاب حياته تغيرت جذريا ثوريا فوريا قال أنا أبحث عن هذا الشخص الذي يعطيني الراحة لم أختبر هذه الراحة في ديانتي ولم أرى في حياتي شخص يعد بالراحة إلا في هذا الوعد اللي قالوا له كل المجد الرب يسوع المسيح أعلن عن ذاته من خلال هذه الآية فإذا هذه الآية هي دعوة وهي وعد وهي اختبار يختبر كل من يقبل كل من يقبل الرب يسوع مخلصا شخصيا لحياته أحبائي خلينا ندرك عدة أمور هذه الدعوة من فم الرب يسوع المسيح وهي الدعوة أحبائي من الصادق الأمين الشاهد الأمين الذي يستطيع أن يعد فيوفي يستطيع أن يقول فيكون وهذا طبعا واضح في الكتاب المقدس نرى يسوع المسيح في مناسبات عديدة له القدرة له القوة إن كلمة المسيحية قوة لا تتقهقر إن كلام المسيحية قوة لا تتراجع إن كلام المسيح فيها قوة للخلاص فيها قوة للشفاء وفيها قوة للتحرير وفيها قوة للبركة أيضا في مرة قال يسوع أنا هو خبز الحياة لقد أشبع الآلاف قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي قال أنا هو القيامة والحياة لقد أقام الموتة بل أقام نفسه من بين الأموات لقد علم عن الغفران والمحبة إذ غفر لصالبيه وهو أيضا طبعا تمم ونفذ هذا الشيء على الصليب فإذا أحباء كلام يسوع مش مجرد كلام كلام يسوع المسيح كل حرف بتزين مليار طن لأنه قوة المسيح وكلمة المسيح تغير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة